بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثرت ظلم بين الناس وقبال هذا كثرت المطالبة بتحقيق العدل وظل الناس بين متذمر ومتأمل نحو أخذ كل ذي حق حقه من العدل وقبال هذا وبين هذا وذاك كثرت التساؤلات حول مصطلح العدل خصوصا في عالم اللهوت حياكم الله مشاهدين متابعين ومساكم الله بالخير والعافية والبركة يتجدد اللقاء بكم وحلقة جديدة من برنامج عالم اللهوت لنبحث في موضوع هذه الحلقة أو سيكون موضوع هذه الحلقة هو تطبيق العدل في حقيقة الكثرة والتعدد لأتحاور في هذا الموضوع مع ضيف البرنامج الدائم سماحة السيد علي الحسني ابقوا معنا روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام إن الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويسددهم ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمته ما لا يؤتيه غيرهم يكون علمهم فوق علم أهل زمانهم وقد قال الله جل وعز أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون حياكم الله من جديد مشاهدين متابعين ومازلنا متواصلين معكم وبرنامج علم اللهوت وموضوع هذه الحلقة هو تطبيق العدل في حقيقة الكثرة والتعدد وأرحب أجمل ترحيب بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد علي الحسني حياكم الله سماحة السيد الله يعفظكم حياكم الله مرحبا بكم الله يبارك بكم سيدنا بداية بعض الناس وعندما نقول البعض ونبعض الأشياء من باب التفاؤل لا أكثر ربما بسبب الظلم يقولون لماذا هكذا حدث والعياذ بالله هناك الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى فما حكم هذه الطبقة من الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطاهرين اللهم سل على محمد وآله محمد قال عز من قائل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أحسنت لابد لنا في البدء من تعريف العدل العدل هو نقيض الظلم والعدل كصفة لله تبارك وتعالى صار أصلا من أصول الدين والعدل كصفة من صفات الله تبارك وتعالى فالعدل هو الذي لا يرتكب القبيح ولا يخل بواجب وممكن حتى لو تعكس المسألة لا يخل بواجب ولا يفعل القبيح هذا معنى العادل بالنسبة لله تبارك وتعالى كثير من القرآن الكريم من آيات القرآن الكريم تشير إلى نفي هذه القضية طبعا للإجابة على السؤال الذي تفضلت به قبل أن ندخل في مضامين البحث نعم أنه الطبق من الناس الذين يعترضون على حكم الله تبارك وتعالى فالسبب ممكن أن نعطي السبب الرئيس هو الجهل سبب الثاني قلة الصبر سبب الثالث قلة الإيمان وإلا أن الله تبارك وتعالى حينما يخاطب الناس وهذا هو كتابه ينطق بالحق إن الله لا يظلم مثقال درة الله يقول في القرآن الكريم إن الله لا يظلم مثقال درة إذن هل الظلم هو تقدير من الله سبحانه وتعالى باعتبار أن فيه رحمة الظلم لا قطعا حاشا لله عز وجل لأنه القرآن الكريم ينفي هذا لأنه هو العدل المطلق العادل وقلنا أصلا تعريف العدل هو نقيض الظلم والعدل صفة من صفات الله تبارك وتعالى صار عندنا في معتقدنا الإمامية أنه أصل من أصول الدين على أي مبنى على هذا المبنى كيف صار العدل طبعا بالنسبة إلى بقية المذهب الإسلامية أنه أصول الدين ثلاثة التوحيد والنبوة والمعاد أما عندنا الإمامية هناك زيادة في أصلين أنه العدل يأتي من بعد التوحيد ولا بد منه لماذا؟ لأنه حتى لا تذهب بالناس المذاهب وحتى نخلص من شبهة الجبر والتفويض وهو عدل الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح ولا يخلي بواجب ثم أن العدل صفة من صفات الله تبارك وتعالى فكيف هي صفته مع نقيضها هذا ما ممكن أن يكون يستحيل لا تجوز لا يمكن العقل لا يقبل بذلك لا العقل ولا المنطق ولا الشريعة ولا كل شيء من هذا والدليل قبله تبارك وتعالى أن الله لا يظلم مثقال ذرة إذن من وين يأتي الظلم؟ الظلم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الظلم من ذات الإنسان سماحت السيد أليس للمظلوم كرامة عند الله سبحانه وتعالى هذا مما لا شك فيه يقول إياك من باب أن يعني بحسب الروايات المنقولة أو مضمون هذه الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن دعاء المظلوم مستجاب هذه واحدة من الكرامات أحسن ربما يختص بها الله سبحانه وتعالى المظلوم إذن السؤال هنا فيما يخص حل الظلم على المظلوم أليس فيه كرامة والمظلوم أساسه هو تقديره من الله سبحانه وتعالى ما يصيب الناس خلق قطعا وما لا شك فيه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لكن هناك مفارقة جدا مهمة أنا أشكرك على هذه الملاحظة الله يبارك كثير من الناس عدم هذا أن الظلم يقع المظلوم ما أصابه من ظلم هل هو بتقدير الله تبارك وتعالى لا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا جيد أسأل المشاهد الكريم يقول الآن انت قلت قل لن يصيبنا فأصابني من الظلم هل هذا بتقدير الله تبارك وتعالى المرض أيضا بتقدير الله الموت بتقدير الله تبارك وتعالى ولكنه حينما رب العالمين خل الدنيا ساحة امتحان لينظر ماذا نصنع لينظر ماذا نفعل ليس معنى أنه قدر علينا الظلم لأنه يرضى به لا قدر عليك الظلم كما يقدر عليك المرض كما يقدر عليك الموت لينظر لك كيف تصبر ثم لينظر لذلك الظالم كيف يصنع منها أنه له كرامة يعني حتى قضية أن الإنسان لما يصيبه المرض أن الله قدره عليها لأن الله كاره له أود أن ينتق منه لا ولكن هناك موازين أن يأتينا من خلال أقسام العدل تتعلق بالرحمة موازين للرحمة الإلهية على عبادة ليس قضية أنه الظلم الذي يقع تقدير الظلم الذي يقع على الناس من باب تقديره لكن هي سنن منها أنه تقدير الظلم يأتي من أول قسم من أقسام العدل جميل طبعا العدل هنا عندي في بحثي ستة أقسام القسم الأول هو السنة الكونية كما تدين تدان منها مثلا لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي على المنكر فيولى عليكم شراركم فالشرار شرار الحلق إذا تولى ورقاب الناس ماذا يصنعون يعدلون يحسنون أم يظلمون يظلمون إذن لحظ هذا من هذا الجانب ليس أن الله عز وجل حينما يقدر على المظلوم ما قدر أنه يريد أن يتضرر هذا له محسن إذن المسألة تتعلق بالمقدمات هنا بالمقدمات أحسن بتعبير وتعريف أوضح عند سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها صلى الله عليه قالت وَالْعَدْلُ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبُ كيف هذا؟ الآن نأتي نعم وَالْعَدْلُ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنْ الْفُرْقِ والعدل عندها تنسيق وقلنا أن التنسيق أوسع دائرة من المساواة الآن قد أنا أساوي في العطاء عندي عشرة أشخاص وكل وعد أعطيه دينار فإذا أعطيت بالتساوي نقول ماذا؟ هذه قسمة عادل هذا عدل نعم ولكنه هل هو تنسيق للقلوب؟ لا فالتنسيق هو راحة القلب مع المساواة ما شاء الله بدليل أن الله تبارك وتعالى حينما يتكلم عن قضية الصدقات ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأدى كالذي ينفق كالذي ينفق ماله رعاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين فما قيمة أني أنا أدفع بالتساوي ما قيمة المساواة مع عدم مع الذل إذن العدل هنا في منظور الزهراء الرضا بالعدل ليس تحقيق العدل فقط أحسنت الرضا بالعدل والرضا بالعدل كيف يتحقق؟ لا يتحقق الرضا بالعدل إلا أنك تطبق التنسيق والتنسيق هي راحة القلب شوف إذن ربطت راحة القلب والراحة النفسية مع المساواة وقلنا هذا المثال الآن أنا أعطي عشرة كل وعد أعطيه دينار ولكن اثنين منهم أنا أعطيتهم من بتمنن هو أخذ دينار حال حال البقية ولكنه قلبه متألم مني أنا أذلت أذللته حينما أعطيت لم تكن هناك قسم قلبي عالي إذن ما في تنسيق جميل العدل الحقيقي وهو العدل الإلهي الذي عنده سيدة النساء الذي عندها هو عدل الله عز وجل أنه حتى يتحقق العدل بحقيقته كما يريد الله يجب أن يكون على تنسيق على نسق واحد هل يستطيع البشر تحقيق هكذا مستوى من العدل إلا المعصول بمنظور الزهراء سلام الله عليها إلا من يمتلك الأمر الإلهي والإرادة الإلهية والعصمة الإلهية وإلا أنا كيف أعلم ما في القلوب طيب الآن لاحظ لا يتحقق التنسيق مع المن لا يتحقق التنسيق مع الرياء مع الذل ولا تبطلوا صداقتكم بالمن يعني ما قيمت أني أنا أحصل على ما رأت حصلت على ما أرد ولكن معه ماذا هناك أن الذي أعطاني هو مرائي راح يحرجني راح يخليني يرأي أعطيت السيد علي كذا يصيبني قلق من وراء هذا العطاء مثلا أنطاني أعطاني وأعطاك وأعطاك كل بالتساوي بعدين يروح يتكلم يقول لقد أعطيت فلان أعطيت السيد محمد علي أعطيت السيد علي تمام كذا فخلاني موقف محرج أنا ما أريد أحد يفتيه منك أنت معطيني مثلا أو أنه أعطاني لكن خلاني بحرج خلاني بأذى فهذا ليس عدل إذا أردت أن تكون عادل عليك ماذا عليك أن تعمل على نسق القلوب أن تكون القلوب على نسق واحد والنسق يأتي من راحة القلب والرضى النفسي إذن نأتي هنا إلى ماذا إلى أقسام العدل فالقسم الأول منه هو العدل في السنن كما تدين تدان العين وبالعين والسن وبالسن مثلا هذا شاهد عملي حقيقي كذلك ما قاله الإمام أمير الممن سلام الله عليه من حفر لأخيه بئرا وقع فيها هذا القسم الأول من العدل القسم الثاني من العدل وهو القصاص ولكم في القصاص حياة هذا من عدل الله عز وجل بالمناسب القصاص من عدل الله لماذا لأنه إن لم يكن هناك قصاص لا يكون حد في سفك الدماء فالغرض من القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقوا لماذا حياة في القصاص إعتبار لا حياة حياة لأنه يوقف سفك الدم نقتل من هذه القبيلة أحد فقتلوا منا نقتل ويقتلون فإذن العين بالعين النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص حتى يصير يصير حد هذا من عدل الله تبارك وتعالى أنه جعل القصاص القسم الثالث الأول في السنة الثاني في القصاص القسم الثالث من العدل هو العدل في التقدير العدل في التقدير تقدير الأمور الغيبية وهي الآثار تعرف أن الله تبارك وتعالى جعل لكل عمل أثر يتقدر عليك ويأتيك في الغيب فقال فمن يعمل متقال ذرة خيرا شنو؟ يرى ليش مو يؤجر عليه؟ يرى هذا من عدل الله عز وجل لكل فعل ردة فعل كل عمل تقوم به سيترك أثره والأثر هو من عدل الله تبارك وتعالى ماذا تزرق؟ تحصد الآثار الحسنة والآثار السيئة في الأعمال هي في الواقع ماذا؟ هي في الواقع من عدل الله تبارك وتعالى هل ترى تحديدا في عالم الدنيا؟ في عالم الدنيا؟ يعني على سبيل المثال بعض الكبائر تعقوق الوالدين مثلا أحسن طبعا هو أطلاق هل يؤجر الله سبحانه وتعالى بردها في عالم الدنيا؟ هذا يأتي في القسم الأول كما تدين تدان في عالم الدنيا؟ في عالم الدنيا وطبعا هذه أطلاق فيه يعني فمن يعمل بحظة ذرة خيرا يره ومن يعمل بحظة ذرة شر يره هذا أطلاق في الدنيا قال ياره أنت أثر عملك ستجاه أنر ستجاه في الدنيا وإثر العمل ستجاه لا يجبا مع AWS لكن في الدنيا قبل الآخرة هذا قانون هذا من عدل الله تبارك تعالى ثم القسم الأخر كم قسم صار عندنا؟ الأول في السنن الثانية في القصاص الثالث في الآثار آثار الأعمال ثلاثة نأتي إلى القسم الرابع هو العدل في الحيثيات حيثيات الأمور كلها أتخطر قصة لطيفة أنه رجل كانت له أولاد كثير وكان شديد الفقر يدوب يعني يجدون لقمة يأكلون فآخر طفل آخر مولود تعرف الطفل سبعة أشهر ثمانة أشهر يصير يزحف يحبو وخلال هذه الفترة تبدأ الأسنان تنبت له فكان هذا الطفل يزحف وصعد في حجر أبيه والأب أثناء اللي يلاعبه دخل أصبع الأب في فم الولد فالولد عض على أصبع أبوه فتحسس أنه بدت الأسنان تنبت خنقتل عبره بكاء الأم لاحظت خير إن شاء الله شوفك تبكي قال هذا بدت تطلع الأسنون وتبكي كنت تفرح عادة وأنا وضع المادي لرغم عادة الأهل يفرحون الأهل يفرحون الولد بدأ يطلع أسنان قال هذا معناه أنه يريد يأكل انضاف على الأسرة نفر يحتاج أن يأكل قالت لحجي اللي أنبت للأسنان يبعث له الرزق الذي عرف كيف ينبت له الأسنان يعرف كيف يهيئ له الرزق ما شاء الله ما خلق الله أشداق إلا وجعل لها أرزاق إيمان وتوكل على الله سبحانه وتعالى هذا القسم من عدل الله تبارك وتعالى وهو الحيثيات مثال آخر الله تبارك وتعالى من عدله أنه حينما فرض علينا العبادة في المقابل إيش هيئ لك هيئ لك ما تأكل وما تأمن فيه من خوف تعالي لقوله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت أليس فيه أمر؟ فيه صياط أمر فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف شوف هذا من عدل الله عز وجل لماذا الجوع مقدم على الخوف؟ لأنه حينما تشبع تقدر أن تدافع ويحل الأمن الجوع سد الجوع مقدم على ماذا؟ على الخوف الذي أطعمهم من جوع فهيئ الله عز وجل بالمقاهدة من عدل الله مقابل العبادة عليه أن يهيئ لك ماذا؟ يهيئ لك طعام ويهيئ لك لوازم ووسائل حلول الأمن هذا من عدل الله عز وجل مثال آخر حينما فرض علينا العبادات جعل مقابل فرض العبادات الوسع والقدرة على أداء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت من لم يستطع الصيام بسبب المرض فعدة من أيام أخر هذا من عدل الله عز وجل ما تستطيع أن تصلي من قيام صلي من جلوس إذا أصابك لا سمح الله أو أصاب أحد عاه قطعت يده قطعت رجله فسقط عنه الواجبات فقالوا في الشريعة المباركة الشريعة المقدسة إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب هذا من عدل الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها يعني من هذا كله طبعا في هذا القسم الرابع هو العدل في الحيثيات يعني يريد من عندك أن تصوم مقابل الصوم يعطيك ماذا؟ يعطيك صحة فإذا أخذ الصحة منك سقط الصوم يريد منك أن الصوم عليك أن تقيم إذا سافرت سقط عنك الصوم لماذا؟ لأنه السفر يسبب الطراب واحد يقول سابقا كان هذا جهل عدم معرفة بالحقيقة يقول سابقا كان السفر على الجمال وتراب وتراب يدخل بالبلعوم ومشقة فسقط الصوم الآن أنا أسافر في الطائرة وأسافر وأنا في تبريد وجو مرتاح كأنه ما جالس في غرفة فلماذا أفطر؟ تساؤلات لربما تبعوا من تساؤلات حاصلة فأقول هذا من عدل الله عز وجل أنه أسقط عنك الصوم في السفر لماذا؟ لأنه السفر يسبب اضطراب وقلق والله يريدك حينما تؤدي هذه العبادة تكون في حالة استقرار فاعتبار أنك ذاهب إلى جهة لربما لم تستقر فيها كل مسافر هو قلق مثل بيتك قطعا كل مسافر هو في حالة الطراب وقلق في حين أن الله عز وجل يريد هذه العبادة أن تؤديها في حالة استقرار فإذن الله تبارك وتعالى يريد منك أن تمشي فاسعوا في مناكبها اسعوا في مناكبها وكل يوم من رزقه يعطيك أقدام أحسنتم أراد منك أن تأكل يعطيك أسنان وهكذا هذا عدل في الحيثيات لو يسعني الوقت بقي عندي القسم الأخير من العدل وهو هذه حقيقة سئلة كثيرة سمعت السيد ولم يبقى من الوقت الكثير نعم القسم السادس من العدل هو عدل الملاءمة الذي يشير إليه الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه قال أنشأ الخلق إن شاء وابتدأه ابتداء بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة ولا حركة أحدثها ولا همهامة نفسا اضطرب فيها أحال الأشياء هنا الشاهد رد أوصل إلى هذه العبارة التي هي العدل في الملاءمة أحال الأشياء لأوقاتها ولا أم بين مختلفاتها وغرز غرائزها وألزمها أشباحها عالما بها قبل ابتدائها محيطا بحدودها وانتهائها عارفا بقرائنها وأحنائها ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء جميل أحسنتم سمعت سيد حقيقة وضحت هذه الأخسام ستة للعدل أريد أن أسأل والإجابة باختصار لو سمحتم كيف هي الموازنة في العدل أمام الكثرة والتعدد في الخلق نقف على القسمين الآخرين من العدل وهما العدل في الحيثيان والعدل في الملاءمة وللذي تأخذه الدهشة كيف هو العدل في هذه الكثرة من الخلق كيف الله تبارك وتعالى يستطيع أن يكون عادلا مع كثرة الخلق نقول له تأمل في العدل في الحيثيات وتأمل في العدل في الملاءمة حتى أنه ما قرأنا النص الذي قرأناه لإمام أمير المؤمنين أنه حينما يريد أن يجري هواء يجعل له سكة هذا الهواء المتحرك له سكك يمشي فيها إذا أردت أن تنظر كيف أن الله تبارك وتعالى هو عادل مع الكثرة ادخل في السوق هذا السوق أي سوق تجد أنه السوق سوق البقالين مثلا من أوله إلى آخره واحد إلى جنب الأخر واحد إلى جنب الأخر الكل يبيع الثمار الكل يبيع الفاكهة ولكن سبحان الله تشوف أنه الكل يأتيه رزقه والكل يبيع تنظر أن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق وساوى فيما بين الخلق مع ما يريد سبحانه وتعالى وهو ماذا؟ هو تنسيق القلوب كما عرفت سيدة النساء فاطمة العدل تنسيق القلوب إذن بالتالي يمكننا القول سماحة السيد أن تحقيق العدل وأخذ السهم الأوفر من العدالة تحتاج إلى مقدمات لنيل هذه العدالة سماحة السيد علي الحسني نفعتمونا حقيقة بما قدمتموه من استعراض فيما يخص العدل وموضوع حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم سماحة السيد علي الحسني على حضوركم وحقيقة المعلومات اللي قدمتها أنا في هذه الحلقة الله رفض هياكم الله مشاهدين متابعين ابقوا معنا بعد الفاصل روية عن الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام تأخير التوبة اغترار وطول التسوي في حيرة والاعتلال على الله هلكه والإصرار على الدنب أمن لمكر الله وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ إذن مشاهدين في ختام هذه الحلقة حري البناء أن نقول باعتقادنا أن العدل هو أصل متجذر من أصول الدين وأن الله سبحانه وتعالى وهو العدل لا يقصر بواجب ولا يفعل القبيح إذن لا يريد بالظلم أن يعمى بين الناس حتى يكون زادا دنيويا يجمع للآخرة إلى هنا وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا مشاهدين الأحبة من برنامج عالم اللهوت حتى ألقاكم في حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا